هي أول تجربة سريرية من نوعها في العالم قام بها فريق طبي جزائري بمستشفى أول نوفمبر بوهران التجربة استعمل فيها دواء جنيس لزراعة النخاء العظمي لـ 11 مريضاً أصيبوا بعدة أنواع من سرطانة الدم وأدتنا نتائج جد إيجابية في فترة وجيزة هذا المدكامو جنيريك نساعدين إلى التحقات الأسلال السلسلية منرجمها المالونسيس إلى الفيرفان ونحن نتقل بعد 5 شعال لارناطقام الى خالف سيطافرس من تجربة الأسلال السلسلسلية بعد أن تمام الشرحينها يحدثون سلسلسلية سوف ننحن لتنامware الخامس وسوف نحن نعام الكبيرة والذي بإصالة الجنورة الان الى رائعظون ونحن نساعد للمدانات ونساعد للمدانات دواء 24 يوم لا يوجد فليمونت المدكام الجنيريك للإعادة العلاج العادي مثل هكذا حالات تكون باستئصار الخلايا السرطانية وإخضاعها للعلاج الكميائي ثم يعد زرعها أو باستعمال الدواء الأصلي الباهد الثمن المدكام الأوريجينال هو البرينسبس السيدة بن حدو أعدت لها هذه التجربة السريرية الحياة من جديد بعد أن عانت من سرطان الدم لفترة طويلة لقد فاراليزي ما نحضر شي ما ناكش ما نرقدش عامش تاقير نطلب ربي الليل ومع النحر نرقد غير دقيقة ما نرقدش كلاني الضر كلاني استر ركعة 23 يوم قاعدة في بيت واحدة كل واحد قاعد واحدة ودوك أنا في حياة جديدة الحمد لله راني نجمع راني ناكر راني نجرب أن نخرج أن نتمشر أن نشوف الدنيا الحمد لله نجاح التجربة كان محل أعجاب العديد من الأطباء المختصين في العالم بدل لإدراجه في مشورات المجلة التبية العالمية